بل دون ذلك بكثير رغم تقديمنا شخصياً أو مساهمتنا خلال السنة الأولى لثمان قوانين مهمة بعضها أهمل وبعضها تم تجاهله ولقد نصحنا بوضع استراتيجيتين الأولى تشريعية والثانية رقابية على أساسهما يضع المجلس النيابي خططه الفصلية والسنوية التشريعية والرقابية ولكن مع الأسف لم نجد مستمعاً إن المجلس النيابي على المحك في عملية الرقابة وإن من المهم جداً إعادة المؤسسة الرقابية الدستورية العليا إلى طبيعتها الرقابية كما رسمها الدستور ودورها الدستوري بذلك عبر جلسات الاستضافة والاستجواب والاستماع ولجان التحقيق النيابية وغيرها من الآليات التي رسمها الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس